نشراء فرصة يرون تطوير الكفاءات والمعاريف والمهارات الداتية لدى اليافعين والشباب وفتح القرص أمامهم من أجل حياة اقتصادية والشماعية نشيطة هذا البرنامج اللي غدي يمتد إلى غاية 2022 واللي كيستهدف واحد الفئة من الشباب في وضعية هشة لمواكبتهم ومصاحبتهم من أجل اكتساب واحد العدد ديال المهارات والكفايات اللي غدي تحسن الولوج ديالهم في الحياة العملية هذا البرنامج ما كان يمكن يدار إلا بتكثيف الجهود لهذه الشركاء اللي هما السفارة الكندا والسفارة المملكة المتحدة وأيضا هذا البرنامج دخل في وحد البرنامج دولي اللي اسميته جيل بلا حدود وهذا جيل بلا حدود هو عبارة على تأهيل الشباب لولوج سوق العمل هذا البرنامج أيضا يدخل في إطار التوصيات السامية لصاحب جنة صراه الله لدعى الحكومة أن تبرم واحد العدد ديال الشركات وترصد واحد البرنامج طموح اللي غدي يرفع من القدرات والمؤهلات ديال الأطفال والشباب هذا البرنامج فيها ربعات المساويات أولا هو الانتقال من الابتدائي إلى الإعدادي وهذا الانتقال لا بد من المصاحب ديال التلاميذ حتى يلجون إلى مسالك حسب ميولاتهم وقدراتهم أيضا هي مناسبة لاكتشاف واحد العدد المهن واليوم كنقوم بواحد نظام توجيه مبكير ليتيح الفرصة لهذا الشباب لولوج هذه المسارة المهنية أو لتميم الدراسة ديالهم في السلك العادي الثانية هو تجويد المضامين الدراسية الإعدادي وإدراج ما نسميه بالكفايات والمهارات الحياتية والداتية اليوم نحن في طور بناء شخصية عالية للتلميذ والطفل لكي يقوي هذه القدرات دياله ويمكن أن يسير التطور الدراسي دياله في أحسن الظرف يجب أن يكون هناك الكفرات والعادي في أحسن الظرف نحن إلى حيث يتخل في أحسن الظرف